الستة محمد أم المهندس أحمد بروي طلعها هي الأخرى تبكي في جنازة مصر تفضل الستة يوم اتنين وعشرين واربعة ده كان يوم قسود في حياتي يوم ما أحمد اتقبض عليه عشان كلمة لا هو اللي يقول كلمة لا يتقبض عليه ما ناس كتيرة قالت لا بس جوه السندين أحمد نزل بكرتونة الشبسي وكان يومها بيقول لي نزل يا ماما قولي آه أو لا لأن اللي هم طالبين وأن الناس تعبر عن رأيها ده استفتاء يا ماما أنا هوصل صوتي وهعلنه إن أنا بقول لا مش عشان خاطر حاجة راح أحمد يعيني صدق عمر قديم وقال لا قالوله لا أتلقك وهدي أم بتبكي شابة بتبكي زوجها أو زوجة بتبكي زوجها وأم بتبكي ابنها وأم تانية بتبكي زوجها والدنيا بلخمطة فرص وحزن حزن كمان ناس اللي بيموتوا في سينة ولا حد له عنده ولا ليمتمن عندكو أبدا 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 خلي بالك في عساكن خلاف هو العسكر ده رايح مزاجه ولا رايح غصبه عنه بيموت بيموت ليه لأنه الزابط لازم يعيش والعسكر لازم يموت ونفس الشيء ثلاثة أعدمه أعدمه تم تنفيذ حكم الاعدام فيه يا عم اعمل محاكمة عادلة ولو ثبت النقاط لقدمه أنت معندكش نظام قضائي أصلا انتم دمرتم الدنيا دخلتم أمن الدولة في كل حاجة في الأوقاف موجودة أمن الدولة في الدخلية موجودة في العدل موجودة والزباط دخلوا في كل حاجة مش بقى دولة الزباط ده بقى الدولة الزباط والعساكن والحزن مازال مستمر لانه الدم مازال مستمر مستمر في مصر في كل مكان في كل مكان مفيش حاجة النهاردة بيقولك برضو واحد نمع نفسه في القطر ولا واحد وقع من القطر والتاني وقع مش عارت منين ومنين بلد مفيش فيها اخبار حلوة فيش حاجة بصر يقولك الاستاذ بدر محمد بدر اللي معتقل بقاله كم سنة خد اخلاق سبيل خدوه من الاخلاق سبيل بتاعه خفوه قصريا فين وزوجة الاستاذ عز الجرف عما لا تتكلم عنه وتقول هو راح فين طيب كنت واخدينه وسجنينه لا عارفة تشوفه ولا تروح له ولا تجينه ولا اولاد ولا حد عارف حاجة عن الناس